أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي ذلك تزامنا مع احتفالة مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وكانت خطبة الجمعة بعنوان رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات وقد أدى الصلاة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كل من رئيس مجلس الوزراء مصافة مدبولي والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول محمد زكي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمسؤولين